بين التلويح بالمزيد من العقوبات أو المماطلة في المفاوضات ما يزال الملف النووي الإيراني يتأرجح في فيينا فما الذي تحقق حتى الآن؟ محللون يرجحون السبب لاختلاف المواقف السياسية والديبلوماسية عن الحقائق الموجودة على طاولة المفاوضات نفسها كعقدة رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والتي تركز عليها طهران للوصول إلى اتفاق نهائي اجتماعة ثنائية وثلاثية سياسية تعقد اليوم لتذليل بعض العقوبات من أجل إضفاء الجدية والطمأنينة للأطراف المشاركة كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا علي باقري وصف مسار بلاده في التفاوض بالمسار الناجح ورأى أن مفاوضات الأيام السابقة كانت حول تحديد إطار للبحث في النقاط الخلافية لتسريع الوصول إلى اتفاق اليوم تحدث أيضا نائب وزير الخارجي الروسي سيرجي ريابكوف عن زيادة فرص التوصل إلى اتفاق مشيرا إلى أن موسكو توضح باستمرار لواشنطن أن تهديد إيران بالعقوبات أثناء سير مفاوضات فيينا أمر غير بناء وولستريت جورنال الأمريكية نشرت في تقرير لها نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحرك لتشديد تطبيق العقوبات الأكثر على طهران وذلك في أول مؤشر على زيادة ضغط واشنطن الاقتصادية في حال تعثر المفاوضات وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل فرضت السلطة القضائية الإيرانية لاثنين عقوبات مست عشرين شخصا وكيانا أمريكيا بسبب ما اعتبرته طهران انتهاكا لحقوق الإنسان مسار حرب عقوبات تعلو في الأفق أرادها الجانبان موازية لمسار دبلوماسية المفاوضات التي ما زالت تدور رحاها في النمسا ترجمة نانسي قنقر